ومعنا من باريس هاتفياً سياسي العراق يا سيد أمير الانفرجي مرحم بك سيد أمير ما تفسيرك لتوزيع الحكومة في العراق أراضية لمليشيا الحج في غير محافظاتهم مساء الخير وشكراً للإستراف أهلاً وسهلاً في طبيعي الموضوع هو موضوع غير طبيعي بمتياز عندما تكون هناك مشكلة طائفية في العراق وبوجود نظام طائفي ومن خلال هذا النظام الطائفي يتب وضع طوائف في مكان وفي غير مكانها يدل على أن هناك نية توزيع الألاضي من قبل الدولة يعني هو شيء طبيعي إذا كان نظام الدولة هو نظام وطني يحكم نظام لا يعتمد على المعيار الفيئوي ولكن الممكن أن هذه الحالة لا تتوافق مع الحالة التراقية الآن إذا أخذنا بعين الاعتبار الطائفية السياسية التي اعتمد عليها النظام السياسي التي تحكمه هذه الأحزاب التابعة للإيران ولكن على أي أساس قانوني سيد أمير عفوا على أي أساس قانوني استندت الحكومة في بغداد بقرارها توزيع أراضي في الموصل لهذه الميليشيات في غير مناطق سكناهم من المحافظات الأخرى وإلى أي مدى يمكن نقض هذا القانون إذا نرجع للقانون هو القانون كانت بداية عندما صوت على ما أعتقد في بداية سنة 2017 وقد وافق عليها القائد العام للقوات المسلحة ولكن القانون كان ينص على أن توزيع الأراضي سيكون لكل شخص وحسب المنطقة التي ولد فيها ولكن هناك دوافع سياسية جاءت بعد تحرير المدن السنية في العراق من داعش في المدة الأخيرة حيث هناك على ما أعتقد وصراع الأقليم يثبت ذلك هناك خطة للاعتباد على أذرع إيران لإحداث تغيرات ديمقرافية في العراق خصوصاً وفي سوريا وخصوصاً في المحافظات السنية التي كانت هي أفراحية الأولى للإرهاب الداعش في العراق هذه أهم الدوافع إذن السياسية طيب بحسب مدير شؤون المسيحين في كورستان أعداد المسيحيين تناقصت في منطقة سهل نينوى برأيك ما أهمية هذه المنطقة لمشروع التغيير السكاني أو ما يسمى الديمغرافي للحكومة وأن يقف وراءها قبل كل شيء هناك صراعين في مناطق سهل نينوى التي كان يسكنها العراقيون المسيحيون في العراق ولكن على ما أعتقد والخلاف الأخير الذي حدث بين الأحباب الحاكمة في العراق وبين حكومة كورستان العراق أثبت بأن هناك صراعين الصراع الأول هو صراع بين الكرد وبين الحكومة العراقية وهناك صراع ثاني بين الحكومة العراقية التي اعتمدت على الميليشيات العراقية لغرض استغلال فرصة وجود هذه المناطق في مناطق برطلة وبحشيقة وتلكيف وهي مناطق يعني إذا ما رجعنا إلى القانون هي مناطق متنازع عليها وفق المادة 140 ولكن إيران لها اليد الطويلة في هذه الكرد لأن مناطق سهل نينوى هو بمثابة جسر للذهاب إلى سوريا ومن ثم إلى المخطط التي تخدمه إيران في المنطقة شكرا جزيلا كامب باريس سياسي العراقي سيد أمير لنفرجي شكرا جزيلا كامب باريس سياسي العراقية